مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة ليوم غد الأحد يوم غد الأحد نتوقع أن تكون الأجواء خريفية معتدلة في معظم مناطق المملكة لكن مساء تسقط الأمطار في المناطق الشمالية والشرقية مشاهدينا فاصل ونواصل شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرس سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية التي تمثل مناطق الهطول وزي ما حكينا أن الأجواء أثناء النهار يوم غد الأحد تكون خريفية معتدلة إلى لطيفة وبتكون درجات الحرارة أقل من المعدل بقليل لكن مساء يوم الأحد وليلة الأحد على الاثنين تتكاثر غيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في المناطق الشمالية والشرقية وتسقط زخات رعدية من مطر مساء يوم الأحد وليلة الأحد على الاثنين في المناطق الشمالية والشرقية تمتد صباح يوم الاثنين ويوم الاثنين لتشمل تقريبا بقية المناطق أما درجات الحرارة درجات الحرارة بيكون حول معدلاتها إلى أقل بقليل في مثل هذا الوقت من السنة الرطوبة أيضا بتكون معتدلة صباح يوم الاثنين تتأثر المملكة بكتلة هوائية رطبة ورياح غربية رطبة وبالتالي تتكاثر الغيوم وتكون فرصة الأمطار تقريبا في معظم مناطق المملكة أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق الشمالية بالصباح تكون الأجواء معتدلة لكن مساء وليلا تكون الأجواء غائمة جزئيا تسقط زخات رعدية من المطر معدل عظمى بحدود 24 ومعدل الصغرى 14 المناطق الشرقية أيضا تسقط زخات رعدية من المطر مساء يوم الأحد وليلة الأحد على الاثنين وصباح يوم الاثنين العظمى بحدود 28 والصغرى بحدود 16 درجة مئوية المرتفعات الوسطى الأجواء معبين معتدلة تصبح ليلا غائمة جزئيا وصباح يوم الاثنين العظمى المتوقعة بحدود 25 و 26 في عمان والصغرى بحدود 15 إلى 16 درجة مئوية المرتفعات الجنوبية معدل عظمى بحدود 23 ومعدل الصغرى 13 العقبة الأجواء معتدلة إلى حارة نسبيا العظمى في العقبة بحدود 29 و 30 والصغرى بحدود 20 درجة مئوية والمناطق البادية الجنوبية الشرقية أجواء تقريبا معتدلة إلى حارة نسبيا نهارا لكنها لطيفة ليلا العظمى بحدود 28 و 29 والصغرى 17 درجة مئوية مشاهدينا شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر